أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشورباقي أن مؤسسات الصحافة القومية تقوم بدورها الوطني في إطار التنوير والواعي باعتبارها من ركائز الأمن القومي المصري جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة الدورية شرف الدين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023 وأقل الشورباقي أنه لدينا مؤسسات وطنية تعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال دورها التنويري والتوعوي مؤكدا أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة تعمل على تنفيذها من أجل تطوير دور هذه المؤسسات